أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يصرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارقب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وتورسينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنوع فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطوى أرأى أستغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا من ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إذا إن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدواك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وره فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام الهي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو سحفا مطهرا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وردوا عنه خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وردوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قرحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فهم هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم وَيْنُ لِكُلِّهُ مَزَةٍ لُّمَزَةٍ الذي جمع مالا وعدده يحسب أن مالا أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أنراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئده إنها عليهم مؤصدة في عبد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكون فاجعلهم كعصف مأكون بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سابون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأباتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمل ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لاب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلا ورزقنا تنوةه آناء الليل وأطراف النار وجعله اللهم لنا حجة يا رب العالمين اللهم اكرمنا بكرامة القرآن وارحمنا بحرمة القرآن وارفعنا بدرجة القرآن يا كريم يا ودن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغن به جنتك ومن اليقين ما تحرم به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانوصر على من أعدانا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم لك الحمد أنت الأول ولك الحمد أنت الآخر اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وأمل ونعوض بك من النار وما شر إليها من قول وعمل يا كريم يا الله نسألك برحمتك يا الله اللهم إنا نعوض بك من النار اللهم إنا نعوض بك من النار اللهم إنا عبيدك بنو أبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماد فينا حكمك عبن فينا قضاءك نسألك بكل إث منه ولك ثميت به نفسك أو أنزلته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحذالنا وذهابهم من وقموا من يا كريم يا الله اللهم اغفر لي جميع موت المسلمين الذين شهدوا لك من وحدانية وماتوا على ذلك اللهم ارحم جميع موت المسلمين اللهم ارحم جميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اكرم نزلهم اللهم نورهم في قبورهم اللهم نورهم في قبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا كريم يا الله اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقاب ازواجنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبنائنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فعفو عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا موتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا رجعته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا يسرته برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى لله شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا وأدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق وجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا رب جعل أرب هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا كريم يا الله اللهم ارحم من علمنا اللهم في هذه ليلة المباركة وفي هذه ساعة المباركة أعتق رقابنا ورقاب معلمون ورقاب شيوخنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبيك ورسولك وصل اللهم على حبيبك ورسولك نبيك وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين